موسيقى موسيقى الأخبار المحلية من قناة عدان الفضائية أهلا بكم استقبل محافظ حضر موت مبخوت بمبارك بن ماضي بالمكلة وفد منظمة العون المباشر الكويتية برئاسة مدير عام المنظمة دكتور عبدالله عبدالرحمن السميطة ورحب محافظ حضر موت بوفد منظمة العون الكويتية ومشيدا بتدخلت دولة الكويت الشقيقة بالمحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام شكرا جهود المنظمة في مختلف المجالات وتجهيزاتها لإفتتاح مكتب بمحافظة حضر موت لملامسة الفئات الأشد احتياجا بدوره أشهد مدير عام المنظمة دكتور سميط بالتعاون المتميز الذي تلماسه المنظمة في حضر موت وتسهيلات في مختلف المجالات وتطرق مدير المنظمة إلى جهودها الخيرية في 32 دولة على مستوى العالم في مجالات الصحة والمياه والإنشاء والتربية ومختلف القطاعات وملامستها للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وجرى خلال اللقاء بحث جوانب الاحتياج وتدخل لإقامة مشاريع ومنشآت صحية وتربوية إلى جانب تدخلات في مختلف القطاعات على مستوى محافظة حضر موت حضر اللقاء مدير الشؤون الاجتماعية بساحل حضر موت أحمد باضروس ومدير إدارة الأقاليم الجغرافية بالمنظمة طارق الباجس ومدير مكتب المنظمة في اليمن علي بطيطة ومدير فرع المنظمة بحضر موت عدلي باسيف في حضر موت أيضا دشنا المحافظ مبخوط مبارك بن ماضي بهاية مستشفى بن سيناء بالمكلة المخيم الطبي التطوعية الثاني لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والراقبة الذي ينفذه مركز الملك سلمالي لغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 20 إلى 27 من يوليو الجاري وطرع المحافظ على إجراءات بدء انطلاق المخيم لأكثر من 300 مريض يستهدفهم المخيم من مختلف الشرائح يأتي تنفيذ هذا المخيم ضمن سلسلة مخيمات طبية ينظمها المركز بالتمسيق مع هيئتي مستشفى بن سيناء وسيئون ومكتبي الصحة بالمحافظة تحت إشراف السلطة المحلية ووزارة الصحة وثمن محافظة حضر موت دخلات المركز في مختلف القطاعات الطبية والإنسانية مشيدا بنتائج سلسلة البعثات والمخيمات الطبية التي ينظمها المركز في حضر موت مواجها بالتسهيلات اللازمة لإنجاح كافة برامج المركز وقفت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوى في اجتماعها برئاسة محافظة المحافظة رئيس اللجنة عوضة بالوزير أمام عدد من القضايا والمستجدات الأمنية بالمحافظة وناقشت جملة من التقارير مرتبطة بعمل أجهزتها الأمنية والعسكرية الموضحة لحجم مستوى أنجازاتها وسبل تعزيز دورها في مواصلة مكافحة الجريمة وحماية المحافظة منها وحراسة مصالحها العامة والخاصة وشدت أمنية شبوى بحالة الأمن والاستقرار بالمحافظة مؤكدة على أهمية الحفاظ عليها منوهة بالجهود التي يبدلها رجال الأمن والجيش في سبيل حماية أمن المحافظة وتكريس سلطة النظام والقانون والضرب بيد من حديد لكل من يحاول التطاول عليها أو العبث بها أو تعكير صف سكينتها العامة مثنية على قيادة المحافظة وعملها المستمر من أجل تطوير قدرات أجهزتها الأمنية والعسكرية وتمكينها من استعادة دورها في خدمة أمن المحافظة واستقرارها وتنميتها وضبط الخارجين على القانون وأشارت إلى مستوى ضبط عديد من الجرائم الجسيمة بالمحافظة والقفض على مرتكبي البعض منها وسرعة إحالة ملفاتهم الجنائية للنيابة العامة للشروع في محاكمتهم ونيلهم الجزاء القانوني الرادع في شبوى أيضا طلع محافظة عوض بالوزير على مستوى سير العمل في مشروعي إنشاء إدارة الدفاع المدني وتعزيز منية الإصلاح المركزية بالمحافظة بتمويل إماراتي يقدر بحوالي سبعة ملايين ريال سعودي وخلال الزيارة قدم مدير عام الإدارة العامة للشرطة والأمن بالمحافظة العميد فؤاد النسي قدم شرحا مفصلا عن المشروعين وموضحا بأن مشروع الدفاع المدني يشمل الإدارة وخزان المياه الذي يعمل بمنظومة آلية حديثة وسريعة في تعبئة سيارات الإطفاء وتزويد المبنى بوسائل السلامة المهنية والملابس الواقية من الحرائق وطاقة شمسية وكاميرات مراقبة بالإضافة إلى أربع سيارات للمشروع إثنتين منها كبيرة وحديثة خاصة بالإطفاء وأخرى لتزويدها آليا بالمياه وسيارة خاصة بالإدارة ومضيفا بأن الأعمال الجارية في الإصلاحية المركزية تتمثل في إنشاء ثلاثة عنابر جديدة للمنشأة وإنارة الإصلاحية من الداخل والخارج ورفع أسوارها المنخفضة بالإضافة إلى عادة تأهيل عنابرها الريالية والنسائية القديمة ومباني الإدارة العامة وعيدتها الطبية وبوابتها الرئيسية وثمن محافظ شبو الدعم الإماراتي للمحافظة في تطوير البنية التحتية لأجهزتها الأمنية ومواصلة دعم برامج بناء قدراتها البشرية والمؤسسية تفقد محافظ محافظة أبيان أبو بكر حسين سالم وبمعية العميد أبو مشعل الكازمي مدير أمن المحافظة مشروع سد حسان ممول من صندوق أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث عقد المحافظة اجتماعا جرى فيه مناقشة نسبة الإنجاز في المشروع وصعوبات التي تطرأ خلال تنفيذ مراحل المشروع وأكد المحافظة على الأهمية الاستراتيجية والحيوية والاقتصادية لمشروع سد حسان والذي سيروي آلاف الأفدنة الزراعية بدلت أبيان شاكرا الجهود المبذولة من قبل الشركة المنفذة والمهندسين وكل طاقم شركة أوم الكندية بقيادة مديرها التنفيذي المهندس محمد عوهج وقيادة الحماية التابعة للمشروع من ألوية العمالقة التي بذلت جهودا في تأمين وحماية المشروع من جانبه شاكرا مدير التنفيذي لشركة أوم الكندية جهود المحافظة واهتمامها بتنفيذها بإنجاز المشروع من أول يوم بدأ فيه العمل لافتا إلى بعض المعوقات الأمنية والتعويضات الزراعية والسكنية والتي جرى الاتفاق على استكمال موضوع التعويضات ووضع حد للمعوقات الأمنية ناقش اللقاء انضمل من العمل المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله إليمر ورئيس جامعة المهرة دكتور أنور محمد كلشات تناقش إمكانية فتح تخصص الكيمياء والتاريخ بكلية التربية بالجامعة ووقف اللقاء بحضور مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سامير هراش أمام حاجة المحافظة لفتح تخصصات جديدة بكلية التربية تلبي متطلبات قطاع التربية والتعليم وخلق شراكة وتعاون بين الجامعة ومكتب التربية ترجم لأهداف الجامعة وخططها المستقبلية وجدد أمين عام المجلس المحلي استعداد السلطة المحلية لدعم جهود قيادة الجامعة وتوسيع نطاق التخصصات فيها بما يسهم في تأهيل المعلمين وتلبية احتياجاتهم أو احتياجات المحافظة من جانبه أكد دكتور كلشاتة همية التنسيق بين الجامعة وسلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم لما من شأنه خدمة التعليم بالمحافظة وتطويره بمختلف مراحله وبدوره أشهد مندير مكتب التربية والتعليم بما حققته الجامعة من نجاحات مؤكدا ضرورة فتح تخصصات جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل وخرج اللقاء بجملة من الإجراءات ومنها الإعلان عن فتح تخصصي الكيميا والتاريخ بكلية التربية نقش اجتماع عقد برئاسة وكيل محافظة حضرامة لشؤون مديرية الوادي والصحراء رئيس اللجنة الأمنية عامر العامرية لإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء الأمني بالمطار وفق ملاحظات اللجان الخبراء والفنيين وأكد الاجتماع الذي ضمن مدير مطار سيئون الدولي يعلب كثير وقائد اللواء 101 شرطة جوية العامد ركن سعيد الأحمر ومدراء الإدارات والأقسام والوحدات الأمنية والأسكرية العاملة بمطار سيئون الدولي على ضرورة مراجعة تقييم اللجان والخبراء والسعي لتطوير العمل الأمني بالمطار وتأهيل ورفع قدرات الكادر العامل في المطار نقش وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي مع وفد من الهيئة العامة للمساحة والإراضي والتخطيط العمراني برئاسة وكيل قطاع التخطيط العمراني في الهيئة العامة للأراضي المهندس أحمد حسن نقش وضع دراسة متكاملة لمشروع مستر بلان والذي يهدف إلى تخطيط المدن المحررة جنوب الحديدة وفق المعايير الحديثة ومواكبة النهضة العمرانية وتشجيع الاستثمار وخلال الاجتماع أكد القديمي أهمية سرعة التوجه نحو التخطيط الحضري في المناطق المحررة باعتبارها خاصة لتطبيق المشروع فيما استعرض فريق الهيئة مخطط مشاريع المياه والكهرباء والمباني الخدمية والأراضي الزراعية وطبيعة آلية إجراءات المصادقة والتعميد من قبل الهيئة العامة حضر اللقاء مدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب ورق ومدير مديرية الخوخة سالم عليان ومدير مديرية حيس مطهر القاضي ومدير عام التخطيط بالهيئة العامة للمساحة عادل الجاشني ومدير عام المساحة هشام خليفة والقائم بعمل مدير هيئة الأراضي بالمحافظة أيمن جرمش ومدير عام الأشغال العامة بالمحافظة محمد حيمي سيكون أولا التركيز على المباني الحكومي التي تم إنشاءها وأهمها مستشفى الشيخ محمد بن زايد وكذلك أيضا جامعة الحديدة الإصلاحية السجون مقر السلطة القضائية تم تحديد موقعها موقع المجمع الأساس الحكومي المستشفى الخوخة الريفي سيتم التركيز على هذه النكاط الجاهزة ومن ثم سيتم البدء عليها مستر بلان سيحدد مدى احتياج المنطقة من الكهرباء من المياه من كافة المشاريع الخدمية التي ستتم تنفيذها من قبل الحكوم مستر بلان هو مخطط عام مخطط عام بالمدينة من إلى 25 سنة هذه الخطة التي تم تشتغل بها المحافظة بالمشاريع التي لها أولوية فيها استخدامات الأراضي يكون فيها الشبكة الشوارع احتياجات من الكهرباء والمياه خلال مدة هذه 20 سنة حتى يكون المحافظة نفسها تعمل خطة خلال 20 سنة خلال خمس سنة خلال 20 سنة النبات تتاكده كذا من الكهرباء وفق النمو بطبعا السكاني والذي يتمثل بعد النمو السكاني النمو العمراني في المدينة أيضا فهي السياسات التي تقوم بها المحافظة في العمل خلال فترة المستر بلانية 20 سنة السياسات العمل التي يقوم بها المحافظة السلطة المحلية أيش المشاريع التي لها أولوية الطرقات المستشفيات أي كل ما يتعلق بالنمو العمراني والتنمية العمرانية المستقبلية إلى 20 سنة دشنا وكل محافظة حضراموت لشؤون الفنية المهندسة من بارزيق بمدينة المكلة فعالية الدورة التدريبية النوعية للمهندسين في مجال مواصفات وأسس التنفيذ والإشراف الهندسي للمنشآت الخرسانية والتي نفذتها نقابة المهندسين اليمنيين بحضراموت بالتعاون مع البورد الألماني لتدريب الاستشارات وبرعاية مجموعة العمود للمقاولات بمشاركة 70 مهندسا ومهندسة تستمر على مدى 20 يوما وفي تدشين أشار الوكيل بارزيق لأهمية الدورة داعينا المشاركين للاستفادة من مخرجاتها لمواكبة التطورات الحديثة في البناء والعمران مشددا على التركيز على أسس التنفيذ من خلال الانخراط في المشاريع من جانبه أشار رئيس نقابة المهندسين اليمنيين بحضراموت عمر مبروك لأن الدورة التي تهدف لتعريف المهندسين بمواصفات وأسس التنفيذ الهندسي للمنشآت الخرسانية تأتي ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التي تنفذها النقابة لتأهيل المهندسين بالمحافظة في جميع المجالات الهندسية من جهته أكد مدير المشاريع بمجموعة العمود الصادق يفوز بأن الدورة تأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذه المجموعة مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج نزول ميداني لمشروع خور المقلة المرحلة الثانية بهدف الإطلاع عن كثب على كيفية تنفيذ الأعمال النوعية في الواقع العملي ويعطيهم فكرة عن مراحل وخطوات أسس تنفيذ والبناء للمشاريع والأعمال الانشائية تتعلق هذه الدورة بعملية التعرف على عملية الإشراف والتنفيذ للأعمال الانشائية طبعا هذه الدورة تحضر بهمية كبيرة جدا لخاصة للكادر الخريج في هذه المحافظة وطبعا نحن في السلطة المحلية نتوجه بالشكر أولا لمغاست العمودي وأيضا للنقابة على جهودهم ومساهمتهم مع السلطة المحلية في تاهيل الكوادر في محافظة حضرموت كرمت جامعة عدن عضو الهيئة التدريسية بكلية التربية الدكتورة خلود المخزوم لحصولها على براءة اختراع في الكيميا العضوية من الإدارة العامة لحماية الفكرية الملكية بوزارة الصناعة والتجارة ويقوم الاختراع على فكرة اصطناع وتشخيص بعض المركبات الحلقية اليديدة غير المتجانسة المحتوية على دراتين تروجين في تركيبها الحلقي ودراسة نشاطها البيولوجية في التكريم اعتبر رئيس جامعة عدن الدكتور الخضناص الأصور هذا الإنجاز الشرافا لجامعة عدن وكلية التربية على حد سواء مشيرا بأن جامعة عدن تسعى دائما إلى دعم المبتكرين والمبدعين لدفعهم نحو إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للعديد من التحديات التي تواجه الوطن وبما يعزز رؤيتها الاستراتيجية باعتبارها جامعة وطنية بحثية شاملة تؤسهم في تحقيق الريادة والتميز في المجالات كافة من جانبه أشهد الدكتور سالم محفوظ بوسيس عميد كلية التربية بما توصلت إليه البحث خلود المخزوم من براءة للاختراع في الكيمياء العضوية ومتمنيا لها دوام التوافق والمزيد من الإنجازات والأبحاث العلمية مستقبلا فيما دعت مدير عام مركز العلوم وتكلولوجيا بجامعة عدن الدكتورة رخصان محمد إسماعيل دعت الجهات ذات الصلة في علوم الأدوية والعقاقير إلى تبني هذا الاختراع والسعي مع الباحث خلود المخزوم لتطويره بما يخدم المجتمع والبشرية من جانبها ثمنت الحاصلة على شهادة الاختراع الدكتورة خلود المخزوم هذا التكريم من جامعة عدن وجهود كل من ساهم ووقف إلى جانبها في مراحل تعليمها المختلفة وصلا إلى هذه المرحلة من حياتها العلمية وقع رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر الأسوار ورئيس الجامعة الألمانية الدولية الدكتور الشيخ عبد الحافظ وقع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والفنية وبرامج التدريب وضح الدكتور الأسوار أن هذه الشراكة ستعطي دفعة قوية للنهوض بالعملية التعليمية في اليمن عموما والتي سيستفيد منها ساتذة وطلاب الجامعتين مؤكدا أن جامعة عدن حريصة على توطين علاقاتها وتوطيدها مع جميع المؤسسات الأكاديمية الحكومية والأهلية والتعاون المشترك في مختلف المجالات الأكاديمية فيما أشر رئيس الجامعة الألمانية الدولية أن هذه الاتفاقية جاءت بعد سلسلة من النشاطات بين الكليات والمراكز بالجامعتين مشيدا بالدور الكبير لجامعة عدن باعتبارها الجامعة الأم مؤثمنا دور قيادتها ودعمها المستمر وعقب التوقيع اطلع رئيس الجامعتين على مركز المرأة للبحوث والتدريب واستمع من مديرة المركز الدكتورة هدى علي علوي على نشاط المركز ودوره في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية أقيمت بجامعة لحج ورشة تدريبية بعنوان توظيف الذكاء الاصطناعي في التطبيقات البحثية لطلاب الدراسات العليا في جامعة لحج بمشاركة عشرين من الأكاديميين والأكاديميات وطلاب الدراسات تالعليا وأشهد رئيس جامعة لحج الدكتور أحمد مهدي فضيل بجهود مركز المرأة للدراسات والتدريب والتنمية المستدامة وقسم الكيمياء بكلية التربية في تنظيم هذه الورشة مؤكدا على دعم الجامعة المستمر لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية من جانبها أكدت مديرات مركز المرأة للدراسات والتدريب وتنمية المستدامة بجامعة لحج الدكتورة هدى محسن أكدت أهمية هذه الورشة في تعزيز قدرات الباحثين والباحثات والطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في أبحاثهم مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل مستقبل البحث العلمي تأتي هذه الورشة ضمن السلسلة من الأنشطة التي ينظمها مركز المرأة بهدف تعزيز المعرفة والمهارات لدى الباحثين والطلاب في جامعة لحج تابع رئيس مجلس إدارة صندوق سيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن المهند إسماعيل محمد الماس الأعمال الجارية في مشروع سيانة وعادة تأهيل طريق نقيل الربض بمحافظة الضالع وتفقد الماس خلال نزوله الميداني مجريات الأعمال في المشاريع القائمة بتمويل وإشراف من الصندوق واستمع من المهندس عبد الرحمن علي حمود مدير عام مكتب الأشغال العامة في الضالع عن الإنجازات التي جرى تنفيذها في المشروع وما تبقى من الأعمال الجاري إنجازها فيما أكد مدير مركز الصندوق بالمحافظة عبدالله فضل ومدير المشروع طارق مطلق أكدها تنفيذ الأعمال الإنشائية المتبقية في مشروع خط نقيل الربض خلال هذه الفترة والتي ستختتم بها أعمال المشروع قريبا وأشد رئيس مجلس إدارة الصندوق بالإنجاز الذي تحقق في المشروع وحرص الجميع على الإسراع لإنجازه واستكمال الأعمال المتبقية لما سيعود بالفائدة على الأصعد التجارية والاجتماعية ووصول السكان إلى أسواق والخدمات الأساسية دشنا بمدينة زنجبال تشغيل بئر ارتوازي وبناء خزان برجي وتركيب منظومة طاقة شمسية في إطار مشروع حفر بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تنفذه مؤسسة البادية للتنمية والعمل الإنسانية ومؤسسة رؤية المستقبل بدعم من فاعل خير وبأشراف من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وقد مدير عام أشؤون الاجتماعية والعمل يحيى اليزيد على أهمية هذا المشروع الذي سيسهم في توفير مياه الشرب لحي الطميسي والذي يعد من الأحياء الكبيرة في مدينة زنجبال فيما عبرت رئيسة مؤسسة رؤية المستقبل فلسطين بركات عن شكرها لفاعل خير الذي قام بتمويل هذا المشروع شاكرة للسلطة المحلية في المحافظة وكل الجهات ذات العلاقة في المحافظة لتسهيل تنفيذ المشروع حضرت تدشير مدير العلاقات العامة والإعلان بمؤسسة البادية محمد جمعان نظمت شرطة السير في العاصمة المؤقتة عدا حملة لترقيم سيارات وباصات الأجر التي تعمل على نقل الركاب بين المديريات بإصدار أرقام جديدة مميزة اللون لتمكين المواطنين من التعرف عليها التفاصيل في سياق التقرير التالي تشنت شرطة السير لعاصمة المؤقتة عدن حملة لترقيم الباصات ومركبات الأجرة بلوحات معدنية جديدة مميزة اللون لتنظيم حركة التنقل بشكل إنسيابي والتسهيل التعرف على باصات الأجرة ومناطق اتقاهها وتنظيم عملية النقل العام في كافة مديريات محافظة عدن وأشار مدير عام شرطة السير العميد جمال ديان بأن هذه الحملة تأتي في إطار تطوير وتنظيم حركة التنقل بين المديريات بشكل آمن بخصوص الأرقام الأجرة التي بدأنا نتعامل فيها منذ أسبوع نحب نوضح لكم بعض الأمور متعلقة بهذه المسألة أولا السيارات الباصات التي نقوم بترقيمها هي لازم تكون يعني من من ألفين وعشرة هو ما فوق لأن خدمة عامة لازم تكون سيارات نظيفة وعدنا تجاوزنا أو له خمس سنوات الأخيرة ثاني شيء نحنا قمنا بترقيم السيارات البج بترقيم الأجرة للمسرحة العامة أولا للتحديد خطوط سير الباصات وتنظيمها وتنظيم الفرزات أيضا وانسيابية الحركة وسهولة الحركة ونبوح الحركة بين المديريات في عدن يعني بنعمل لهم برضو نواصل تحدد التقاهات وخطوط سير جميع الباصات الأجرة يعني ما يبقوش كلهم في جهة وحدة والجهة الثانية المديرية الثانية ما بش فيها باصات عند استغراق لوحات الأجرة أيضا يلازمها رخصة سياقة سواقة ليس نحن هنا رخصة سواقة هنا مش زي الخصوص الأخرى هنا يطلب منك بعض الإقراعات المشددة لأنك تستعامل مع مواطنين مع عوائل مع هذا يكون فيها أدلة قنائية فحص بصمات إلى آخر منذ الكلام إقراعاتها مشددة ونعطيك فيها رخصة نسموها رخصة خدمة عامة وبهذا المناسبة ناشد القميع بالترقيم سياراتهم التي تسمح لهم الموقف اللوايح والأنظمة والقوانين نحن مستعدين ترقيم أي سيارات ما عدا المسموح لها المسموح لها في سيارات غير مسموح لها وقد لقت هذه الحملة ارتياحا واسعا كونها تساهم في تنظيم خدمات نقل الركاب في مدينة عدن بشكل آمن لقناة عدن الفضائية محمد عبدالله غالب لحصم الموقع تحضن كرم مدير عن مديرية خرمكسر عواصل زهري فريق حي السلام لكرة القدم الذي تويج ببطولة الهوك الرمضانية وخلال التكريمة شاد الزهري بإنجازات فريق السلام تمثيله المشرف للمديرية ومشيدا أو مشئرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها المديرية للرياضة والشباب وأكد على دعمه المستمر لمثل هذه الأنشطة التي تسهم في تعزيز الروح الجماعية وتنمية مهارات الشباب وأن الفريق على تتويجه المستحق وحثهم على مواصلة العمل الجاد والتفوق في مختلف المجالات من جهته أكد مدير مكتب شباب الرياضة بالمديرية عبدالله عوض عن تقديره أن دعم الرياضة يعكس رؤية قيادة المديرية لبناء مجتمع صحي ورياضي مشيرا إلى أهمية هذا التكريم في تحفيز الفريق لمواصلة تحقيق النجاحات والبطولات في المستقبل متطلعان إلى مزيد من الدعم والتشجيع من قبل قيادة المديرية أشتت قيادة مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة الموقتة عدن باهتمام إدارة نادي وحدة عدن رياضي والثقافي بمديرية الشيخ عثمان بالبنية التحتية وحرصها على إلاء الجانب الاستثماري أولوية من خلال استحداث مرافق جديدة تساعد النادي على تحسين موارده المالية والاكتفاء الذاتي جاء ذلك خلال زيارة قيادة مكتب الشباب والرياضة بعدن ونزولها الميداني لنادي وحدة عدن بمديرية الشيخ عثمان والتي تأتيض من الزيارة الميدانية التي تقوم بها قيادات مكتب الشباب والرياضة بعدن لأندية المحافظة بغية لطلاع على أوضاع الأندية وصير أنشطتها الرياضية وطلعت قيادة المكتب على منشآته مرافق نادي وحدة عدن وعلى الأعمال الإضافية التي شاهدها مقره حديثا وتجديد بعض المرافق الخاصة بالتدريب وكذا تفقد سير أنشطة النادي اليومية واستعداده للمسابقات والبطولات المقبلة وأكدت اهتمام السلطة المحلية وقيادة المكتب بعدن على تطوير الأندية الرياضية بالمحافظة وتسخير يهودها من أجل التسهيل وتدليل كافة العراقيل التي تواجه سير عملها توجه فريق شباب الأطباء باطلا للنسخة الثامنة من دور شهداء خورمكسر للفراق الشعبية وذلك بفوزه في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام منافسه فريق صماصيم العريش في البطولة التي نظمها شباب المديرية برعاية مدير عام تطوير موانع عدن عارف الشعبي والتي شهدت مشاركة 32 فريقا من مختلف مديريات العاصمة الموقتة عدن إلى جهن مشاركة فريقين من محافظتي لحج وأبيان وفي ختام المباراة جرى تكريم البطل والوصيف وعلى صعيد الجوائز الفردية تحصل لعب الأطباء عبدالله اليافع على جائزة أفضل لاعب وأنال زميله جلال صالح عمر جائزة أفضل حارس مرمى فيما حصل أو حصد اللاعب عصام وديع على كأس هدف الدوري المحلية دكتور عبداللطيف الفجير وقيادات مكتب الشباب والرياضة وصلنا إلى نهاية الأخبار المحلية قدمناها لكم من قناة هذا الفضائي في أمان الله اشتركوا في القناة